السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في ملخص جديد من ملخصات السناء الثانية متوسط في مادة العلوم الطبيعية قد نشوفو وحدة تصنيف الكائنات الحية قد نشوفو كل ما يخص هذه الوحدة نبدأولونا بمفهوم النوع كيفاش نقول باللي حيوان ولنبات ينتمي نفس النوع ليكي تنتمي الحيوانات أو النباتات لنفس النوع يجب أن يكون هناك يعني هدوهما المعيارين لازم يكونوا في رحبة في نفس الوقت لازم يكونوا هدو في زوج باش نقول هذا الحيوان ينتمي نفس النوع ولا هذا النبات ينتمي نفس النوع مع هدو خاص يكون التشابه الشكلي أو المورفولوجي يعني يكونوا متشابهين في الشكل خاص يكون أفراد الناتجة عن الإلقاح ليست عقيمة نعطوه مثال باش نفهمه عندي الحصان مع الحمار متشابهين في الشكل ولكن الناتج التحهم شاوله هو البغل البغل حيوان عقيم ما يولدش فهدوهما ينتموش لنفس النوع لأنهما فقط متشابهين في الشكل مكش المعيار الثاني اللي هو الأفراد الجديدة لازم تكون مشي عقيمة لازم تكون تنتج تانيك أفراد جديدة فهدوهما المعيارين اللي نتحكموا فيهم باش نقولوا بللي هذه الحيوانات ولا هذة النباتات تنتمي لنفسنا صح دروك نشوفوه معايير التصنيف خلاص فهمنا بللي ينتموه نفس النوع دروك هنا معايير التصنيف عندي توصنف الكائنات الحية إلى مجموعتين كبيرتين بينسيغ عندي المملكة الحيوانية والمملكة النباتية عندي مملكة الحيوانية عندي مجموعتين كبيرتين مملكة حيوانية ومملكة نباتية مملكة حيوانية شفيها ومملكة نباتية شفيها دروك نشوفوه مملكة الحيوانية تخضع المعيار التصنيف اللي هو وجود أو عدم وجود عمود فقاري فالمملكة الحيوانية تنقسم لي لشعبتين شعبة الحيوانات الفقارية وشعبة الحيوانات اللافقارية صحيح كذبناها عندي المجموعة الكبيرة قام مملكة حيوانية تقاسم لي الشعبتين شعبة الحيوانات الفقارية وشعبة الحيوانات اللافقارية بالصح كل شعبة فيها صفوف فهنا نبدأ بشعبة الحيوانات الفقارية عندي تجمع الحيوانات التي لها عمود فقاري اللي عندها عمود فقاري مثل السمك سلحفات وكامل اللي عندهم العمود الفقاري عندي تقاسم لي الشعبة لصفوف تم المملكة تنقسم لي الشعب والشعبة تنقسم لي الصفوف عندي صف الثديات مثل البقرة القد صف الأسماك مثل السردين صف البرمائيات مثل الضفادة صف الطيور مثل الحمام صف الزواحف مثل الثعبان بعدها عندي شعبة الحيوانات الفقارية هي اللي ما عندهاش عمود فقاري تجمع الحيوانات التي ليس لديها عمود فقاري تنقسم لي الصفوف تنقاسم لي صف شوكيات الجلد مثل الغنفد اللي فيها الشوق في الجلد التاحة صف الحشرات مثل الجراد صف القشريات مثل الصراطان البحري صف الرخويات مثل الحلزون صف الديدان مثل دودة الأرض وصف العنكبوتيات مثل العنكبوت خلاص كمنا من المملكة الحيوانية قلنا المملكة الحيوانية فيها شعبتين شعبة الحيوانات الفقارية وشعبة الحيوانات اللافقارية وكل شعبات تنقسم لي الصفوف دعوكم نشوف المملكة النباتية المملكة النباتية تقسيمها ماشي كيف كيف مملكة النباتية تنقسم لي الزوج نباتات ذات أوراق وسيقان نباتات عديمة السيقان والأوراق يعني نباتات فيها أوراق وسيقان نباتات ما فيهاش كل وحدة فيهم تنقسم لي الشعباتين فهنا نباتات ذات أوراق وسيقان يعني تنقسم شعبة النباتات الزهرية التي تشكل أزهارا وبذورا مثل البرتقال التي تشكل أزهار وبذور فنقسمها في شعبة النباتات الزهرية وعندي شعبة النباتات الزهرية ليس لها أزهار ولا بذور تتكاثر عن طريق الأبواق شفناها هنا يمكن ما استرخص شفنا بالاسترخص يتكاثر عن طريق الأبواق وهنا يالبرتقال تتكاثر عن طريق النباتات عفوا تتكاثر عن طريق الأزهار وعندي في نباتات عديمة السيقان والأوراق عندي شعبة الطحالب تتميز باليخضور وشعبة الفطريات تتميز بغياب اليخضور معنتها هنا نباتات عديمة السيقان والأوراق شهول معيار تحى وجود أو عدم وجود اليخضور ولا وجود أو غياب اليخضور وهنا شهول معيار تحى شوفوا هنا نباتات الزهرية لتقدر يتم التكاثر بالأزهار والبذور وهنايا ليتم التكاثر بالأب واخ هذو هما معايير التصنيف فهذا ما كان فيها تصنيف الكائنة الحية نتمنى تكونوا استفدتم من هذا المنخص تلقوا في منخصات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته